تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وسعادة النائب بدر الدوسري بزيارة إلى مجمع 1656 بمنطقة الزلاق وذلك الإطلاع على المشاريع الخدمية منها مشروع إنشاء حديقة إسكان الزلاق وكذلك الإطلاع على مشاريع البنية التحتية في مجمع 1056 كالصرف الصحي والطرق حيث أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة مشيرا إلى أنه تم تصميم الحديقة لتكون متنفسا طبيعيا لسكان المنطقة وتابع سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن تصميم الحديقة يتضمن منطقة لعب رئيسة للأطفال تم تزويدها بالألعاب الحديثة والتي تتوافر فيها مواصفات الأمن والسلامة بالإضافة إلى توفير عدد من الأجهزة الرياضية للكبار وضيفا أنه تم تجهيز التصميم لتتضمن الحديقة مساحات خضراء متفرقة إلى جانب توفير الجلسات العائلية المظللة ما يسهم في توفير الراحة للزوار وأكد خلف أن جميع المشاريع ذات الطابع الخدمي والتي تعنى بتطوير البنى التحتية والمرافق والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة في شتى المجالات في مناطق البحرين تقدم من أجل المواطنين وبناء على احتياجاتهم لافتا إلى أن العمل مستمر على عدد من المشاريع القادمة في مختلف محافظات المملكة خلال المرحلة المقبلة في هذه المنطقة في منطقة الزلاق لإطلاعهم على عدد من المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها في منطقة الزلاق من أهم هذه المشاريع هو تطوير مجمع 1056 من مشاريع الطرق والصرف الصحي وأيضا بناء حديقة نموذجية في هذه المنطقة لخدمة الأهالي والأطفال في هذه المنطقة ومثل هذه المشاريع التي ترتقي في البيئة الحضرية في هذه المنطقة وإن شاء الله هذا هو النهج الذي يوجه به صاحب السمولي العهد للارتقاء في البناء التحتية في كافة المناطق لدينا مشروع حديقة في الأسكان الجديد المجمع 1056 والحمد لله طبعا ساعات الوزير ما قصر حطوها في عين الاعتبار أنه سيشتغلون عليها في الأيام القادمة وبالتعاون مع وزارة الأسكان المشاريع التي نعول على إنشاءها في القريب العاجل حديقة سكان الزلاق بالإضافة إلى المحلات التجارية في هذه المجمع بالأخص بالإضافة أيضا إلى السوق المركزي الذي يكون محاذي حق فضة الزلاق وإن شاء الله خلال الأيام القادمة مثل ما وعدونا المسؤولين إن شاء الله كل هذه المشاريع ترى النور إن شاء الله شكرا